اهلا بكم حبايب قلبي في حلقة جميلة جدا من الامنية وانت حققت بس ما ننساش اللايك الجميل ودعمنا في القناة بنبدأ حلقتنا بفراشتنا الجميلة ابييرة وهي مضايقة جدا من تصرفات يعني العائلة كلها مع شارو كمان ارمان بيزد عليها وبيهجم عليها بيقولها متعرفيش يعني القوانين بتاعت العائلة وهي ما بتخليش يعني اي حد من البنات يشتغلوا لكن يعني ابييرة بتقوله نازم كمان تفقروا بسعادة الفتيات هما مش هيفضل يخدموك يعني كده في المنزل وبس بنروح بقى الشارو هي حزينة جدا وروهي كمان بتحاول تهديها وبتيجي ابييرة عشان يعني تهديها هي كمان لكن يعني بتهجمها روهي وبتقولها خليك انتي في احلامك انتي كمان يعني زودتيها النهاردة ابييرة مستغربة جدا انتي بتتوقح معايا ليه بتقولها انتي كمان اتكلمت مع الاقبل منك بتوقح طبعا بقى ابييرة بتسيب الموضوع كله بتروح طبعا للموضوع الاساس اللي هو شارو بتقولها انا اكتر واحدة حاسة بك وكمان حاسة قد انتي متفاوقة في العمل بتاعك وكمان يعني زعلنا جدا عشان احلامك عا تنتهي لكن شارو بقى بتفاجئنا كلنا وبتهجم عليها بالكلام وبتقولها انتي يعني ادخلت ليه وقلت على موضوع التدريب بتاعي ابييرة جميلة بتقولها هما كانوا بيتكلموا عليكي كلام سيء بتقولها كنت يخلتهم يعني يتكلموا انا عارفة ان انتي بتعملي كل ده عشان انتي غيرانا مني وعازت كمان تغجي مكاني في المكتب طبعا ارمان بيزعل عشان ابييرة وبيروح يكلم شارو لكن شارو بتقول اه دفع الحبيبة قلبك طبعا زوجتك ما هي مش من العائلة وانت كمان مش من العائلة طبعا يعني بتجراحها قدام الجميع طبعا بيكون مصدوم ابييرة بتقولها ما تكلموش بالطريقة دي وكمان روحي متفاجأ انتي بكلميه يعني كده ليه لكن شارو بتكمل بقى كلامها وبتقول ان هو توقح يعني معي هو كمال لما يعني رفض ان هو يساعدني طبعا بقى فيدي بتنهار عليها بالكلام وبتقولها روحي على قطك وكمان مدهف بيكون زعلان جدا من شارو روح بقى الجميل يعني ارمانه بيجري كده بيحط بقى يعني الغطاء على رأسه زي ما كانت معلمها ابييرة وبيطلع طاقته بقى السلبية خالص لكن للأسف بيوقف بقى العياط وكل ده اه وبيقول لا هي كمان اكيد شارو مجروحة بعدين هي صغيرة وانا كبير نازم استحملها وبيمسك بقى سولة كده العائلة وبتخيل ان الصورة بتاعته عليها يعني اه شيء او وصمة يعني اه العار طبعا بيحاول ان هو يمسح العلامة السودة لكن هو مش بيكون حاجة موجودة ابدا روحي بتكون شايفاها هي وابيرة روحي كمان بتلوم على ابييرة انتي سبب في قول ده ابيرة بتقول زي ما انا كنت سبب في جرحه اكيد انا عداوي جرحه روحي بتبصيلها اوي مستغربة عتعملي ايه ويتفاجأوا هما الاتنين تاني يوم بقى محضرين حلويات لارمان وعايزين كمان يعني يخرجهم المودل هو فيه لكن يفاجأوا من هو لابس نظرة طبعا بيخفي بقى دموعه وكمان عنيه بقى المتورمة من كتر الحزن وبيقولهم لا يعني منستغرب جدا وعايزة روح المكتب بتجري وراها ابييرة وبتناجع عليه انك اللي جدا بتقولها لو سمحتي مايفاش يعني تناجع لحد من الخلف بتقولها لا ولا يهمك انا روح هناجع عليه كمان يعني من الامام بتروح كده وبتعمل نفسها اكين العربية اعتخبطها وهو بينزل بيكون متضايق عشانها وبتقول لو سمحت اتكلم معايا في الوقت ده كمان روحي بتروح تتكلم مع شارو وبتقولها لو سمحت روحي كده واعتذر الاخوك ما يستهلش مني كل شيء ده بالكلام ومحدش حاسس بيا خالص ابييرة بقى لسه بتكلم مع ارمان وبتقوله خرج يعني الشعور اللي جواك انا متأكدة ان انت متضايق جدا وكمان كنت بتبكي طول الليل لكن ارمان بيقولها لا اختي صغيرة وكمان من حقها تعمل اي شيء هي مجروحة لكن ابييرة بتشيل بقى من على عيونه كده النظارة وبتقوله انت فاكرني مش حاسة بيك ولا كمان حاسة بيك طول الليل انا متأكدة ان انت متضايق ووجبة كمان تجاه اختك ان انت تساعدها طبعا لسه روهي كمان بتتكلم مع شرور اللي بتقولها محدش حاسس بيا خالص ولا بجرحي مش هروح اعتذر لا اي حد في الوقت اللي روهي وقفها بتقنعها بيجي لها مكالمة من الجد منيش وبتثبها على طول وبتروح يعني عشان تشوف يعني الجد محتاج ايه وقبيرة بتحاول تكلم ارمان وبتهديه كده بتقوله تكلم مع شرور لكن بيجرحها بالكلام اللي بيقولها انت بتعرفيش حاجة عن الاخوات وبعد كده بيعتذر له ابهيرة الجميلة بتقوله فعلا انا ما عنديش حوات ولا حاسة بيه انك ان انا متأكدة وعارفة يعني المعلومة دي ان الاخ الكبير بيكون دعم لأخته الصغيرة نازم تتكلم معاها حالا انو كمان تحللها المشكلة بتاعتها في الوقت ده شرور بقى بتكلم سايد ديف وبتقوله خلاص انا اقدم الاستقالة بتاعتي انك ان بيحاول ان هو يهديها بيقولها خليك يعني ورا حلمك بتقوله يعني انا اتكلم مع مني العائلة كلها ديدي وبتظهر الجده كافيري ومجهزة نفسها وعندها احتفال وعطلق فيه يعني كلمة بتتفاجي بقى ان هم عايزين ابهيرة تروح معاهم طبعا بالنسبة لها ابهيرة عتعمل لها مشكلة وبترفض ويعني محتاجة روحي ان هي تروح لكن روحي طبعا بتكون مش موجودة راحت للجد منيش والجده بقى يعني بالعافية بتقتنع ان ابهيرة تروح غزبا عنها عشي ليها دعوة يعني ودعوة الكنة لازم تستجاب قدام الجميع بتقى فرحانة جدا ابهيرة ان هي فتجة يعني مهتمية بيها كمان ومانيشيا وفتجة بتحس ان مانيشيا بتحب ابهيرة ومعتبرها صديقة ليها لكن مانيشيا بتوصلها كده بتقولها لا لا استحال انها اصل معرفهاش ومنروح بقى الروحي ان هي قعدة مع العائلة وينقل حفيد بقى صديق جد منيش عروس كلهم بيكونوا متحميسين وفتحين بقى اللاب كده وبيشوفوا الصور لكن روحي بقى بتقوم عشان تفحص يعني الادوية بتاعت الجد منيش بتكون مشغولة طبعا بارمان عشان يعني زهب للمكتب من غير طعام وبتبعت له كمان رسالة وبتسأله هاكلت ولا لا كلهم مشغولين لكن بقى صديق الجد بيكون يعني عجب وروحي قوي وكمان بيقولوا من مانيش ان هم يتقابلوا يعني مع بعض الحفيق كمان وروحي وكمان يعني ممكن لو توفقوا مع بعض يعني يتجاوزوا لكن الجد مانيش بيقولوا انت ما تعرفش يعني الجد كافيري منع عن روحي يعني سيب المنزل خالص لكن صديقه بيقولوا مفيش اي شيء هم عيتقابلوا بس لو توفقوا يعني هنقدر ان احنا نقناحهم طبعا الجد مانيش بيكون فرحان جدا هو بيحب صديقه جدا ونفسي يكون يعني قريبين اكتر من كده هم بقى العائلة بتتكلم يعني في مستقبل روي لكن الروحي بتكون في الدنيا تانية مجغولة بارمان وزعلان ان هو ما بيرودش على الرسال خالص وبتكون خايفة جدا عليه طبعا بقى الجد بيكون يعني متحمس جدا ان هو عناسب صديقه وكمان يعني صديقه بيقول قد ايه حفيده كواس جدا وعيكون محظوظ جدا لو قابل روحي والاثنين يعني اتفهموا مع بعض بتزهر الجده كافيري وخلاص بيقولها يعني عتقومي بقى وتقول لي الكلمة بتاعتك وتتفاجئ ان هي معايش الكلمة اللي هي عتقولها بتناجع على قبيرة وتسألها على الورقة وقبيرة في الوقت ده بتكون بتكلم يعني ارمان وبتقول له عبعتلك الفطار على المكتب طبعا بتلاحظ ان الجده تعبانة جدا وماخدتش كمان علاج الضغط طوتهم منها ان هما يروحوا على المنزل نكن بتقول لها استحالة وهم يعني بستنيني اقولي النهاردة كلمة واستحالة ان انا اخذلهم طبعا ابهيرة بتكون متضايقة جدا بتقول لها مش مهم الناس المهم صحتك لكن الجده بتكون عانية جدا وبتقول لها استحالة نازم اكون موجودة وانتي كمان ملكش دعوة بيا بتشجرهما اللي اتنين كالعادة وخلاص بقى بينادوا على الجده عشان تقول الكلمة بتاعتها وبنروح بقى للعامة وبتقدم نزوجها الشاي لكن بيشيل بقى الشاي كده وبيحضفه في الارض بكل قصه وبيجراحها بالكلام طبعا عشان خاطر شارو بيقول لها انتي يعني سيئة جدا كزوجة وكمان كابنة وكأم طبعا هي بتكون مجروحة جدا ارمان بقى في المكتب بتاعه وبتفاجئ ان مامته جاية وجابيله كمان الغدى من نفسها عشان خاطر ابيرة طبعا مشغولة مع الجده وبتكون يعني عارفة ان هو متضايق عشان شارو وبتقول له ما تتضايقش ابدا منها لكن بيقول لها لا دي اخت صغيرة وهي مجروحة يا امي واكيد مش حتضايق منها ابدا وهي بتهديه وبتقول له انت افضل يعني ابن عندي وارمان بيفاجئة وبيقولها لو فعلا انا افضل ابن عندك يا امي لو سمحت كلمي الجده بخصوص شارو طبعا بتكون مصدومة سيدة فيج ونروح بقى لسيدة كافيدي بعد ما عندت مع ابهيرة بطلعت على المسرح بتكون مش قادرة تتكلم من كتر ما هي تعبانة ابهيرة بتقترح عليها ان هي تكلمها في السماعة بتقولها يعني الكلمة وهي تقولها وبتوعد ان هي مش تعمل اي حاجة خطأ طبعا الجده بقى يعني بتوافق مش قادرة يعني تقول لا خلاص يتحطت في الموقف ابهيرة بقى بتقولها كلمة كده والكلمة ليها طبعا مغزة يعني ان الفتيات مفروض ما يفضلوش يعني في المنزل ومفوض يطلعوا للعمل يعني مغيروا كمان من حياتهم الناس كلها بتكون عجبتها الفكرة وبتسقف كمان الجدة كثير انك بتكون يعني حتقع كده من طولها انك بتسندها قبيرة وكمان يعني بيعرفوا ان قبيرة كنة العائلة الكبيرة وبنرجع بقى لأرمان اللي بيتغط يعني على فتجة وبتحيل عليها لو سمحتي يعني انت الوحيدة ان الجدة بتسمع كلامها لو سمحتي يعني اتكلمي معها بخصوص شارو بنروح بقى للجدة واول مرة في حياتها ان هي تمدح في قبيرة وبتقولها كل الحاجات دي عشانك اختري منها اللي انت عايزها يعني عايزة ألماظ عايزة سيارة عايزة منزل اي حاجة انت ساعتيني النهار ده لكن قبيرة الجميلة بتفكرش في نفسها كالعادة بتقولها انت ممكن قطوب منك طلب وبعيدين ان انت هتوافق بتقولها اكيد بتقولها رجعي شارو على التدريب طبعا الجدة بترفض بقول لها بس انت لسه يعني اي لكلمة عن المفروض الفتيات يعني يعني يعملوا ما يعادوش في المنزل انت كده تكون يعني منافقة الجدة بتتدايق من كلامها وبتسألهم كلهم هوا انا منافقة فتجة بتقولها يستحانة يا امي انت لك احترامك لكن المرة دي ابهيرة عن دحق شارو نازم ترجع للتدريب